بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بطلابي طلاب الصف الثالث ابتدائي أرحب بكم أنا المعلمة ناسم طيري من معاهد وبرامج التربية الفكرية نبدأ اليوم درس جديد في مادة العلوم موضوع درسي اليوم حالات الطقس نتعرف اليوم على حالات الطقس أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على حالات الطقس المختلفة الأهداف التعليمية للدرس أن يعرف الطالب والطالبة الطقس أن يصف الطالب والطالبة الطقس حسب الصورة التي تعرض عليه أن يذكر الطالب والطالبة حالة الطقس اليوم أن يعرف الطالب والطالبة درجة الحرارة أن يعدد الطالب والطالبة مظاهر الطقس ما هو الطقس؟ ما معنى الطقس عندما أخرج إلى خارج المنزل فإنني أنظر إلى السماء الطقس هو حالة السماء أو الجو خلال اليوم حالة السماء أو الجو خلال اليوم عندما أنظر إلى السماء فإنني أرى أشكال مختلفة أو حالات مختلفة للجو عندما تكون الشمس صاطعة والسماء صافية يكون الطقس مشمس أحسنتم يكون الطقس مشمس إذن الحالة الأولى من حالات الطقس هي الطقس المشمس ما معنى الطقس المشمس؟ الطقس المشمس يعني أن السماء صافعة والسماء صافية إذن الطقس المشمس يعني سطوع الشمس وصفاء السماء عادة ما تكون درجة الحرارة مرتفعة عندما تكون الشمس صاطعة إذن الحالة الأولى من حالات الطقس هي الطقس المشمس قد يكون الطقس مشمس لكن توجد السحب أو الغيوم تكون السماء مليئة بالغيوم وتكون الشمس ما بين الغيوم حينها نقول أن الشمس الطقس غائم أحسنتم الحالة الثانية من حالات الطقس الطقس الغائم ما معنى الطقس الغائم؟ أن السماء مليئة بالغيوم والشمس تكون بين الغيوم قد نرى أتربة في الهواء نرى أتربة في السماء ويكون الهواء شديد حينها نقول أن الطقس عاصف نقول أن الطقس عاصف ما هو الطقس العاصف؟ الطقس العاصف هواء كثيف أو هواء شديد محمل بالأتربة عندما نرى المطر ونسمع صوته نقول أن الطقس ممطر أحسنتم الطقس ممطر عندما نسمع صوت زخات المطر يكون الطقس ممطر وعندما نرى الثلج يتساقط والجو شديد البرودة نقول أن الجو أو الطقس نقول أن الطقس مثلج نقول أن الطقس عندما نرى الثلوج مثلج قد تكون الرؤية غير واضحة لا نستطيع أن نرى الطريق أمامنا حينها نقول أن الطقس ضبابي إذن كما رأينا قبل قليل في الصور هل الطقس شكل واحد؟ لا، للطقس حالات متعددة ومختلفة ما معنى الطقس؟ الطقس يعني حالة الجو أو السماء في الخارج قد يكون الطقس مشمس وقد يكون غائم وقد يكون عاصف كما أنه قد يكون ممطر أو مثلج أو ضبابي باستخدام استراتيجية النصف والنصف الآخر نسمي حالة الطقس عندما ننظر إلى الصورة في هذه الصورة نرى أن الشمس ساطعة ماذا نصب حالة الطقس؟ الطقس مشمس أحسنتم الطقس في هذه الصورة مشمس حينما نرى الشمس بين الغيوم نقول أن الطقس غائم أحسنتم حينما تكون السماء مليئة بالغيوم يكون الطقس غائم نرى قطرات المطر الطقس في هذه الصورة ممطر نرى الثلوج في هذه الصورة إذن الطقس مثلج عندما نرى قطرات المطر يكون الطقس ممطر وعندما نرى الثلوج يكون الطقس مثلج الهواء شديد ونرى أتربة إذن الطقس عاصف الطقس في هذه الصورة عاصف الرؤية غير واضحة السماء مليئة بالضباب إذن الجو ضبابي عندما تتساقط قطرات المطر من السماء يكون الطقس ممطر أم عاصف نختار الإجابة الصحيحة يكون الطقس ممطر العبارة الثانية عندما تختفي الشمس خلف السحب يكون الطقس مشمس أم غائم يكون الطقس غائم أحسنتم باستخدام استراتيجية من أنا نجيب على التساؤل التالي ما هي درجة الحرارة؟ درجة الحرارة هي مقدار سخونة الشيء أو برودته درجة الحرارة هي مقدار سخونة الشيء أو برودته نستخدم جهاز الثيرمومتر للتعرف على درجة حرارة الجو عندما تكون درجة حرارة الجو مرتفعة يكون الطقس حار أو مشمس عندما تكون درجة الحرارة منخفضة يكون الجو بارد وعندما تكون درجة الحرارة معتدلة أو متوسطة يكون الجو معتدل إذن كيف نتعرف على الطقس؟ نتعرف عليه باستخدام جهاز الثيرمومتر نقيس بجهاز الثيرمومتر درجة الحرارة ما معنى درجة الحرارة؟ هي مقدار سخونة الشيء أو برودته عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة يكون الطقس حار في فصل الصيف عادة عندما تكون درجة الحرارة منخفضة يكون الطقس بارد أي في فصل الشتاء عندما تكون درجة الحرارة معتدلة يكون الطقس معتدل أو في فصل الربيع باستخدام استراتيجية صح أو خطأ نجيب على العبارات التالية عندما تكون درجة الحرارة منخفضة يكون الطقس شديد الحرارة هل هي إجابة صحيحة؟ إجابة خاطئة لماذا؟ لكي يكون الطقس شديد الحرارة يجب أن تكون درجة الحرارة مرتفعة العبارات الثانية عندما تكون الرياح شديدة يكون الطقس عاصف إجابة صحيحة العبارات الثالثة نستطيع التعرف على درجة الحرارة باستخدام جهاز الثيرمومتر إجابة صحيحة عندما تكون درجة الحرارة متوسطة يكون الطقس معتدل إجابة صحيحة أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 102 أكتب كلمة الطقس المناسبة للصورة مستعينا بصندوق الكلمات صندوق الكلمات يحتوي على مشمس، غائم، ممطر، عاصف، مثلج، ضبابي في الصورة الأولى نرى الرياح ونرى الجو محمل بالأتربة ما هي حالة الطقس يا طلاب الصف الثالث؟ الطقس عاصف أحسنتم في الصورة الثانية الشمس خلف الغيوم ما هي حالة الطقس؟ غائم، أحسنتم في الصورة الثالثة الشمس ساطعة الطقس يكون مشمس في الصورة الرابعة الرؤية غير واضحة إذن الطقس ضبابي في الصورة الخامسة نرى الثلوج إذن الطقس مثلج في الصورة الأخيرة نرى قطرات المطر الطقس منضر النشاط الثاني إذا تساقطت الثلوج من السماء يكون الطقس الطقس مثلج نختار صورة الطقس المثلج في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والسبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصاص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصاص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة لأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من الحصاص الدراسية للمنزل من خلال تعريف الطلاب بحالة الطقس يوميا وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس حالات الطقس كانت معكم معلمة إيناس طيري في أمان الله ترجمة نانسي قنقر